السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين العزاء طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في فيديو جديد مع مستر خالد النهاردة ان شاء الله هنحل الدرس الثالث والرابع في الوحدة السابعة كتاب المعاصر بس ياريتها من انساش العجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم بقية الفيديوهات يلا بينا خلنبدأ الاول بس قبل ما نبدأ في الحل ان شاء الله هنقرأ الكلمات والقاعدة سريعا وبعد كده هنخش على حل الاسئلة الخاصة بالترس الثالث والرابع الكلمات اللي موجودة معايا اول كلمة عندي كلمة موسيقار اللي هي اسمها ميوزيشن ميوزيشن اللي هي معناها ايه موسيقار ايلاند طبعا حرف الاس هنا صامت يعني بما تنطوهوش سيلور بحار ستارم عاصفة كوكونات اللي هو جوز الهند كيف جونجل اللي هي ادغال او غابة ركس سخور ترامبت اللي هو قالت البوق اللي هي مقابلة شخصية اوبينيون يعني رأي انترفيور انترفيور ده الانسان المحاور او الشخص المحاور اللي هو بيسأل او بيوجه الاسئلة في المقابلة الشخصية شو بيدي الكلمات جاز اللي هي موسيقى الجاز طبعا عندي انواع الموسيقى كلاسيكال الموسيقى الكلاسيكية رك اللي هي موسيقى الروك اوبرا اللي هي الاوبرا موسيقى البوب موسيقى تقليدية طيب يعني نوع معناها يبدو وتاجب معنى صوت بس مش صوت الانسان ده صوت اي شيء سمعت اي صوت خارج المنزل فدا اسمه ايه اما لو صوت حد او صوت انسان فدا اسمه ايه شير يشارك معناها يشدد الحرف على كلمة او مقضع تمام باند اللي هي معناها فرقة موسيقى باند ادفنتشر ادفنتشر معناها مغامرة تريبول رهيب او فضيع ألون معناها وحده او مفرضه انتري معناها دخول رين معناها مطر او تمطر تاجي فعل وتاجي ناون ثرو معناها خلال نط اللي هي المكسرات او البندق غلاس معناها زجاج دي الكلمات طيب تعالوا نشوف بقى القاعدة القاعدة الاول قبل ما خش في القاعدة عازك تعرف معاي بعض الحاجات زي ايه زي الافعال المساعدة ايه هي الافعال المساعدة تمام اول حاجة عندي في الافعال المساعدة لازم تكون عارفة اللي هي كما هو versus و ها ثاني حاجة عندنا في المضارع بيكون و هاز و في الماضي بيكون و هاد تالت حاجة معنا اللي هي اللي هو دو وضز في المضارع ودد في الماضي تمام ده بالنسبة لأفعال المساعدة وفي عندي أفعال ناقصة اللي هي زي will واض وكان وكود ومي وميت تمام ده كلها اسمها أفعال ايه أفعال ناقصة تمام ده بالنسبة لأفعال ايه المساعدة والأفعال النقصة اللي لازم تكون عارفة طيب تعالوا بقى نشوف القاعدة بتقوليها معنا اول حاجة عازل نعرفها ازاي نعمل السؤال او ازاي نكون سؤال how to make a question ازاي نكون ايه سؤال طبعا السؤال عندي بينقسم لنوعين تمام اللي هو سؤال بفعل مساعد وسؤال بكلمة استفهام بالنسبة للسؤال بفعل مساعد بيكون تكونه بالشكل زي ما انت شايف قدامك اهو فعل مساعد وبعدين بيكون الفاعل وبعدين الفعل الاساسي اللي موجود عندي وبعد كده باقي ايه باقي السؤال طيب تعال احنا حناخد أمثلة هم معاي اول حاجة مثلا do you like pizza هل انت تحب البيتزا فطبعا لو انت بتحبها فبتقول لي yes i do لو مش بتحبها بتقول no i don't no i yeah don't طيب خلي بالك معاي كده بقى ادي هنا الفعل المساعد do الفاعل you الفعل الاساسي like باقي السؤال اللي هو كلمة ايه بيتزا تمام طيب ناخد سؤال تاني does he like fish does he like fish ادي ضز برضو فعل مساعد he الفاعل like الفعل fish اللي هو بقية السؤال لو انت بتحب السمك فبتقول yes لو هو بيحب السمك هتقول yes he does او no he doesn't طيب سؤال تالت او مثال تالت did you go to cinema معناها هل انت ذهبت الى السينما يعني هل انت رحت لو انت قد طرحت السينما فبتقول yes i did ما رحتش فبتقول no i didn't تمام ادي did فعل مساعد الفاعل you go الفعل الاساسي to cinema دللي هي بقية السؤال ده ازاي نكون ايه سؤال بفعل مساعد ازاي نكون سؤال بفعل ايه مساعد طيب تعالوا بقية تاني حاجة حنشوفها معانا اللي هي ازاي نكون سؤال بكلمة استفهام طبعا اه كلمات الاستفهام عندي كتير زي what where why which when who how اه تمام في عندي برضو how often how much how many تمام وفي عندي who's بنستخدمها للملكية طيب الاهم بقية من ده كله ازاي اكون سؤال بكلمة استفهام نفس الكلام اللي احنا قلناه في التكوين بالفعل المساعد بس هنزود عليه اداة الاستفهام او كلمة الاستفهام تمام يبقى عندي كلمة الاستفهام الاول بعدها فعل المساعد الفاعل الفعل الاساسي وباقي السؤال طيب هنا اول مثال عنده هو بيقول ايه where do you live اين انت تعيش هنا ادي كلمة الاستفهام where الفعل المساعد do طبعا خلي بالكم الافعال المساعدة هنا اللي هي دو ضز و ضد لا تترجم تمام ليه لاني هنا اه جاي في سيقة السؤال انما هو اللي قبل منها كلمة الاستفهام اللي هي بيكون عليها ايه الاساس يعني مثل اقول لك where do you live معناها اين تعيش تمام هنا انت بتجاوب حسب ما هو مطلوب منك بتقول I live in Egypt I live in Paris وهكذا السؤال التاني هنا بيقول لي where does he live اين هو يعيش هاقول he lives طيب ليه مستر هنا قلت lives بقى احنا اخذين في المضارع اني لما يكون الفاعل مفرد he او شي او it بنحط للفعل ايه اس طيب هنا بقى فيه does عشان كده انا ما حطيتش ايه اس المين للفعل طيب مثال تالت how did you go to cinema معناها كيف انت ذهبت الى السينما تمام هنا انت بقى لما تجاوب هتجاوب في الماضي لاني ديت بنستخدمها فين في الماضي هتقول I went اهو الفعل فين في الماضي I went to cinema buy bus روحت بلوتوبيس او I went to cinema on foot او انا روحت سيرا على ايه على الاقدم تمام ده بالنسبة لايه لتكوين السؤال خلاص كده عرفنا السؤال بفعل مساعدة زي بيتكون وسؤال بكلمة استفهم هنبدأ مع بعض هنا في صفحة 37 خلي بالك هنا ارقام الصفحات معي عشان تتابع في كتابك معاي اه السؤال الاول بيقول ايه اه طبعا تشوز زي ما انت شايفهم قدامك بيقول لي in my space علي is a clever boy يعني في عاز يقول اني في رأيي علي يكون ولد زكي او ولد ماهر فكلمة رأيي اسمها ايه تمام السؤال الثاني نقط is a person the person who asks question during an interview الشخص اللي هو بيسأل في المحاور او بيدير الحوار طبعا ده احنا قلناها من شوية اسمه interviewer اللي هو المحاور السؤال اللي بعده بيقول لي there was a really terrible نقط and the cruises ship sank عاز يقول اني كان في عاصفة طبعا فضيعة وسفينة كروزو غاصط او غرقت فكلمة عاصفة اسمها storm a space كلنا لما بقول space خلي بالك معاي يعني معناها اني في فراغ تمام is a piece of land قطعة من الارض in a sea في البحر او في النهر او في المحيط كلمة محيط اسمها ocean طبعا القطعة دي اسمها جزيرة الجزيرة اسمها island number five my uncle works as a نقط on a big ship بيشتغل ايه على سفينة كبيرة طبعا اكيد بيشتغل sailor يعني ايه بحر لاني فارمر دي مزارع او فلاح architect اللي هو مهندس المعماري وcarbinter معناها نجار طب السؤال اللي بعده a is a hole in a mountain طبعا ايه يعني بيقول لك اني تكون فتحة في الجبل طبعا دي اسمها اللي هو الكهف تمام فكلمة كهف اسمها cave تمام السؤال اللي بعده روبونسون كوروزو is a نقط story by it's exciting انها مسيرة طبعا كلمة دانيال ديفو دا اللي هو كتب القصة دي تمام القصة دي كانت قصة ايه هل هي تاريخية ولا كوميدية ولا قصص مغامرة طبعا دي كانت قصة adventure يعني مغامرة السؤال بعده when something space it goes down into water يعني عندما شيء بيحصل له ايه بيغضص او بيذهب لتحت في الماء طبعا بيغوص او يغضص فكلمة يغضص اسمها sink تمام طيب i don't like this story انا مش حاب القصة دي i saw the writing was اعتقد ان الكتابة كان مالها بقى terrible يعني فزيعة تمام كلمة terrible means very اكيد bad يعني bad يعني سيئة جدا كلمة terrible هي معناها فزيعة معناها هي سيئ جدا شوفوا السؤال اللي بعده في صفحة 38 خلي بالكم احنا هنا دقتي خلصنا 37 نخلنا 32 بيقول لي ايه most windows are made of نقط يعني معظم النوافذ بتكون مصنوعة من ايه ربعا اكيد من الغلاس اللي هو من الزجاج تمام نقط is a place where there are a lot of sick trees and grass مكان بيكون في الكثير من الاشجار الكسيفة والاعشاب طبعا ده اللي هو jungle اللي هي الغابة او الاحراش يعني عندما العربية توقفت I walked the jungle for three hours انا مشيت في الغابة لمدة ثلاث ساعات يبقى هنا walk day بقى throw يعني مشى خلال الغابة playing is my favorite hobby اللي هو هنا playing the trumpet اللي هو عصف البوق يكون هويتي المفضلة I walked the beach to look for shells كلمة shells اللي هي معناها الصدف تمام انا مشيت ايه الشاطئ عشان نبحث عن الاصداف طبعا along the beach يعني على امتداد الشاطئ او بطول الشاطئ نشوف السؤال اللي بعده صفحة 40 مع بعض مكملين نقاط go shopping last week end ها بقى هنا ده الاسئلة اللي هي معتمدة على القاعدة اللي انا اتكلمت عليه من شوية اللي هي قاعدة ايه اللي هو تكوين السؤال بالفعل المساعد وبكلمة الاستفهام هنا عندي كلمة last week end اللي هي نهاية الاسبوع الماضي لو خليت بالك هنا معايا بقى اني ده ده على الماضي يبقى هنا السؤال كان بمين بد تمام تبقى دد ايه did you تمام السؤال اللي بعده have you got a new jacket معناها هل حصلت او مجا فيه نط معاها تمام ما هو هنا سأل بمين سأل بhave تمام لو كانت ياس هتبقى yes i have يبقى no i haven't تمام السؤال بعده بيقول لي what music he like شايف هنا ضف للفعل s يعني الكلام في المضارع يبقى what music does he like تمام شو بالسؤال اللي بعده صفحة 41 هنا بيقول did you not to the park طبعا هنا طالما شفت did يبقى على طول بدون ما تفكر تختار مصدر يبقى did you go تمام السؤال بعده do you think it is on the island يبقى هنا السؤال ده محتاج تركيز ليه مصدر هنا عاوز كلمة استفهام مناسبة تمشي مع السؤال يعني هنا بيقول you think is on the island هتبقى who do you think من تعتقد يكون على الجزيرة لاني هقول لك مثلا لماذا تعتقد يكون على الجزيرة اسئلة مش مركعة يعني كلمات الاستفهام دي كلها مش صح معادة كلمة who هي اللي تمشي في السؤال ده او مناسبة فيه لان كلمة where اين why يعني لماذا who معناها من how معناها كيف السؤال بعده بيقول نقط do you like fruit تمام فهتبقى هنا do you like fruit يبقى حقول له مثلا هون متى ولا who ولا what ولا why يبقى هنا السؤال بعده نقط there a cinema in your tawin طيب هنا مديني is or did where اختار مين بقى ركز معايا هنا السينما دي مفرد ولا جامع مفرد يبقى تختار مين على طول is is there هل يوجد لان is there a يجيب بعدها مفرد اما are there يجيب بعدها مين جامع السؤال بعده نقط you like fruit هتبقى بقى do you like do you like معناها هل تحب الفاكهة السؤال بعده رقم 10 نقط your friend هنا your friend ده صديقك مفرد ولا جامع طبعا مفرد عشان ما تخلي بالك ما تقول شفت كلمة لا دي مش you دي صفة ملكية صديقك انت تمام got a computer وفي got يبقى هكيد هنا اختار يا اما have got has got بس هنا عندي الاسم مفرد اللي هو your friend فنختار مين has has your friend got a computer يعني هل صديقك معا computer number 11 السؤال 11 نقط you tall قل yes i am لما شفت هنا yes i am يبقى السؤال بكان are you لان are you في السؤال بتتحول I am فين في الإجابة تمام السؤال اللي بعده صفحة 41 هل هي تستطيع السباحة يبقى هنا هل هي تستطيع السباحة نعم هي تستطيع السؤال اللي بعده where do you come to school راح قال لي buy bus يبقى هنا السؤال بيسأل عن كيفية الذهاب يبقى how do you come ازاي انت قاتيت للمدرسة راح قال له buy bus فكلمة كيف how السؤال بعده do you like طبعا هنا غلط لاني طالما في do او does في السؤال خد مصدر على طول يبقى هنا do you like تمام بدون اضافات are you happy هل انت سعيد راح قال no i am بس طبعا الاجابة هتبقى no i am not تمام لاني طالما في no يبقى لازم يكون في not تمام yes i haven't got to sister نعم انا ما عنديش اختين طبعا هنا في yes هل انت بتلعب شاطرانك طبعا هنا you ما بتاخدش does لان does بتاجي مع هي she and you بتاجي do do you رقم 7 how are you old طبعا دي سهلة مش محتاجة ان نتكلم فيها فانا لما بسأل حد عن سنه فبقى how old are you فهتبقى how السؤال اللي بعد who is car is your هنا بيسأل عن الملكية راح جال the black one العربية السوداء يبقى هنا الملكية بيسأل عنها بحاجة اسمها ايه اسمها who's who's اللي هي بنتكيبها زي who's 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 how many is the blue jacket بحاجة راح برد هنا في الايجابة لو لاحظت كاتب لي 150 150 لفر جنيم طبعا هنا لا تنفعش سأل عن السعر بسأل عنه how much how much how much how color طبعا لا تنفعش لا يوجد اسمها how color في حاجة اسمها what color اللي هي ما لون يعني what color do you like ايه لون انت بتحبه فقال blue الازرق شوف السؤال اللي بعده في صفحة 45 هنا محادثة بين احمد وعلي نركز مع بعض ونحاول نفهم هنا شوف احمد بيقول ايه الاول قبل ما نخش في المحادثة نقرأ اللي هو مكتوب فوق المحادثة مكتوب احمد and علي are talking about music احمد وعلي بيتكلموا عن الموسيقى فاحمد بيسأل علي في بيقول do you like music علي هل انت بتحب الموسيقى يا علي طبعا ما نعرف شيء لا لا لازم نشوف اللي بعدها تحت مكتوب ايه قال i like bob music انا بحب الموسيقى البوب تمام يبقى معنى ذلك انه هو بيحبها صح يبقى حيقول yes i do yes i a i do do you like music yes i do سأل سؤال احمد ثاني فهنا اكيد سألوا عن نوع الموسيقى ليه لانه قالوا انا بحب موسيقى البوب فكلمة ما نوع تمام يبقى what type of music do you like what type of music do you like ايه الموسيقى اللي بتحبه فقال له موسيقى البوب بعدك يسأل سؤال احمد رد عليه قال له yes i can play musical instruments نعم انا استطيع ان اعزف على الالات الموسيقية يبقى السؤال كان بمين بقى بفعل مساعد ليه مصدر عشان الاجابة yes و نعم تمام قال له yes i can يبقى السؤال بيه can you can can you بقدم can على مين على i اللي هو الفاعل يعني والفاعل طبعا بيتغير هنا لاني طبعا ده سؤال في يبقى you في الاجابة i can you play any musical instrument هل بتستطيع تعزف على اي نوع من الالات الموسيقية فقال له نعم انا بستطيع اعزف على الالات الموسيقية فسألوا وقال له what instrument do you like to play ايه الالة اللي انت بتحب تعزف عليها فهنا اكيد البيانو طبع عرفت ازاي مصطر انه البيانو وانا ممكنكم بيازف حاجة تانية لا اما انا شوف تحت منها مكتوب هنا ايه قال له who taught you مين اللي علمك how to play زابيانو انك تعزف على البيانو يبقى هنا هتبقى بقى زابيانو طبعا هنا الاخيرة دي اي حية في صح ممكن تقول my father my mother my grand father my friend my teacher ايا كان هو المعلم تمام لان كده المحادسة انتهت فهنا الاجابة اي اجابة هتنفع فيها فانا هنخترت لك ايه my father اللي هو والدي او ابي نشوف السؤال لبعده مازلنا برضه في صفحة 45 بيقول ايه كروزو روت نقاط of what happened to him on the island يعني كروزو كتب مفكرة بكل الحاجات اللي حصلت معاه على ايه الجزيرة فاكرمة مفكرة اسمها diary خلي بالك بقى عشان ما توقعش في الامتحان انا هقول لك حاجة معلومة سهلة وبسيطة جدا تخلي بالك في حاجة عندي اسمها dairy اللي هي AI dairy اللي هي معناها منتجات البان تمام انما diary اللي هي AI اللي هي معناها يوميات او مفكرة يومية حتى لو لاحظت في نوع من الجبن اسمه dairy اسمه ايه dairy فسهلة ومش هتخنسها ان شاء الله السؤال اللي بعده بيقولي jazz is a type of music يعني الجاز دي نوع من ايه من الموسيقى السؤال اللي بعده بيقولي there are a lot of nougat on this beach it's dangerous to swim here هنا يبقى يوجد الكثير من ايه على الشاطئ من الخضر انك تعوم هنا او تسبح هنا طبعا rocks اللي هي معناها صخور coco nuts اللي هو جواز الهند ما له بقى are large brown nuts اللي هو ايه بقى نوع من المكسرات كبير ولونه ايه brown اللي هو اللون البني السؤال اللي بعده good students allows الطلاب الجيدين دايما نقط داون كلمة يدون او يسجل اسمها ايه بقى رأي داون معناها يكتب يعني او يسجل حاجة the most important points in the lesson بيسجلوا اهم النقاط في الدرس فكلمة يسجل قلناها write down the opposite of float is يعني عكس كلمة float اللي هي معناها يطفو يكون ايه يغوص اللي هي اسمها sink بالاس s-i-n-k السؤال اللي بعده اه في صفحة 46 نقط is someone who writes songs اللي بيكتب الاغاني دا تمام دا اسمه يا بقى musician اللي هو العازف الموسيقي طيب not there any banks in this street ها طيب هنا هتبقى بقى السؤال is there ولا are there ها الناس المركزة معاي طيب هنا banks جامع فمتنفعش فيها is فهتبقى are there عشان كلمة bankers هنا جامع تمام هل يوجد اي بنوك في الشرعة السؤال اللي بعده نقط are there future jobs they will be doctors هنا سؤال فرد عليه التاني فقالوا هم هيكونوا ان شاء الله دا كاترة فهنا يا طرى السؤال كان ايه هواي ولا هو ولا what ولا وين طبعا الاجابة الصحيحة what are there future jobs ما هي وظائفهم المستقبلية قالوا they will be doctors هايكونوا ايه دا كاترة السؤال اللي بعده not spoke to the doctor yesterday وقال له بعد كده سامح طالما هنا يجب لي اسم شخص في الاجابة يبقى السؤال كان بهو يعني من يبقى من تكلم الى الدكتور بالامس طبعا سامح السؤال اللي بعده he learned play the piano when he was for طبعا learn من الافعال اللي يأتي بعدها طول المصدر اش تبقى عارفين يبقى he learned to play the piano انهو يعزف على البيانو عندما كان اربع سنين السؤال اللي بعده do you play chess قال لي no i can't طبعا يبقى هنا دو غلط يبقى السؤال كان بمين be can can you did you studied طالما شفتي did انا لسه من شوية جايل يبقى حتبقى study اللي هو المصدر السؤال اللي بعده has your brother got a pencil case يعني هل اخوك معه مجلمة قال لي yes he does طبعا does غلط هتبقى ايه has علشان السؤال ابتدى بمين بهاز شوف اللي بعده اه هنا بقى عازك تكتب براغراف من تمانين كلمة عن روبونسون كروزو تمام مين هو بقى روبونسون كروزو انا كتبت البراغراف وجاهزه هنقرأ مع بعض اهو ركز معي انا بخلي كل جملة بلون اللي بقى علشان تعرف بداية الجملة فين ونهايتها فين هنا بقى نبتدينا وقولنا روبونسون كروزو is an adventure story by daniel defo يعني روبونسون كروزو دي قصة مغامرة تمام اه كتبها واحد اللي هو قلنا اسمه daniel defo طيب وايه تاني بقى روبونسون كروزو was a sailor دا كان بحار تمام his ship السفينة بتاعته بقى sank غاصط او غرقت ليه because there was a bad storm علشان كان فيه صفة سيئة كروزو swam to a nearby island يعني هو ابحرة او عامة الى جزيرة بالقرب او قريبة ولكن but there were no other people ما كانش فيه اي ناس هناك he walked along the beach جاعد يمشي على الشاطر but he didn't see anybody وما شافش اي حد هناك and he sought وهو اعتقد طبعا sought الماضي من مين من sink sought that اعتقد ان he was alone هو كان لوحده بعد كده he found a fish and ate it لجي سمكة واكلها كلمة found معناها وجدة he looked for a cave قاعد يبحث عن كهف to sleep in علشان نام فيه he found a coconut on the beach وجد اي بقى سامريت جوز هند على الشاطئ it was delicious كان طعمها لذيذ he wrote اضايري وكتب مفكرة of what happened to him on the island وكتب اللي حصل معه على الجزيرة يبقى دا اللي هو احنا كتبنا عن روبونسون كروزو قلنا عن روبونسون كروزو طبعا عندي قصة مغامرة كتبها واحد دانيال ديفو واني كروزو دا كان بحار وسفينته غرجت بسبب العاصفة الشديدة تمام وكروزو عام لجزيرة قريبة منه ولكن ما كانش فيه اي حد هناك عليها وقاعد يمشي على الشاطئ وهو ما شافش اي حد هناك واعتقد ان هو كان لوحده وهو وجد سمكة واكلها وقاعد يبحث عن كهف عشان نعم فيه وهو وجد طبعا صمر الجوز هند وكان طعمها لذيذ وكتب مفكرة باللي حصل معه كله عليه على الجزيرة بكده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على لايك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتدعمنا وتشترك في القناة شكرا للحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته